المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وأفاد وكيل الوزارة أنه يتم رصد المخالفات المخالفة للقوانين الصادرة لشؤون البلديات مثل قانون تنظيم المباني والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة وقانون إشغال الطرق العامة وقانون تنظيم الإعلانات حيث تم تفعيل العمل مؤخرا على رصد مخالفات قانون النظافة العامة ومخالفات السكن الجماعي المشترك وهذا ما سيساعد على تنفيذ العمل بالقوانين الجديدة الموكلة إلى البلديات ترجمة نانسي قنقر